عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيظك يوماما أبغض بغيظك هونما عسى أن يكون حبيبك هونما هذا الحديث رواه الترمذي وصحاه الألباني هذا الحديث يدل على أمور منها الأمر الأول هو أن الدين الإسلام دين أوسط في الأمور كلها وأن الله كما قال في كتابه العزيز في أربع مواقع من الآيات تدل على أن أحسن الأمور أوسطها كما قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فهذه الآية كما تدل على خصوصية هذه الأمة أنها جعلت أوسط الأمم ومن فضائلها وأفضلها أنها أوسط الأمم أوسط الأمم في جميع الأعمال وفي جميع الأخلاق وفي جميع العادات وكذلك يشير القرآن في عدة من الآيات إلى هذا الموضوع بأن الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها من أوسط الأمور كما قال تعالى في سورة الفرقان وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا يعني لم يتجاوزوا حد الإصراف ولم يتجاوزوا في حد الإنفاق وكذلك كما قال الله تعالى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِ فهذه الآية كمان تدل على نفس الموضوع فالإنسان ينبغي له أن يكون في أوسط الأمور وكذلك يشير القرآن في عدة من المواضع كما قال وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِيَا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِيَا يعني كن في أوسط الأمور وقال في قصة من بني إسرائيل حكاية عن قصة البقرة كما موجود في سورة البقرة لا فارض ولا بكر يعني أن البقرة تكون من متوصيات الأبقار فهذا المفهوم ينبغي إخواني وأخواتي في هذا الأمر في جميع الأمور في ليلا ونهارا أن نكون في أوسط الأمور مهما كان من العبادات أو الأخلاق أو من الأعمال